بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله السلام عليكم السلام عليكم في الفيديو دور مشهة الله هنتكلم عن الموضوع من الموضوع المهمة جدا في عالم العالم عموما يعني اللي هو موضوع الـ SPAMS هنتكلم عن الـ Anti-SPAM هنتكلم عن الـ SPAM والـ Anti-SPAM الـ و هنتكلم بعد كده عن الـ Anti-SPAM اللي هو الـ في الـ نفسه نازل معه تمام؟ لكن مش بالقوة اللي حد ممكن يعتمد عليه ابداً ما ينفعش ينزل في الـ محترم يعني إيه Anti-SPAM يعني Anti-SPAM بس متخصص يعني مش عظيم العالم يعني ما ينفعش هو حاجة مفاصلة هاردوير زي الـ أو باركودة باركودة من حيات المحترمة جداً تمام؟ بس الـ طبعاً من أقوى حاجة يعني وأغلى حاجة تمام؟ فا ما فيش من غير انت قوي ليه؟ لأن الإيميلات أسهل طريقة وأسرع طريقة ممكن شركة تتميل بها سبام بسبب أو تحصل فهم بسبب الإيميلات ليه؟ ميل اتبعت من واحدة إعلانات إعلانات غريبة يعني عزاكم الله يعني حياة ربنا حفظنا يعني حياة غريبة سبام مرة في الأول في الأخر واحدة إعلانات بيبعت مثلاً إعلام حجم مثلاً 10K 12K يبعت بقى بالكامرسال يبعت للناس كتير وممكن يكون فيه الميل ده الإسبام ده فيه ميل فيه مشكلة يتبعت في يوزر يفتح عنده فضول كده مضغط على بتاع أعمل مشكلة في النيتورك ننزل أي حاجة وحصلت مشكلة في النيتورك بسبب اللينك اللي هو ضغط عليه ده تمام؟ طيب ناس كتير مستخدمين البوبليك ميل زي جيميل أو الهوت ميل يجي يفتح مثلاً الإيميل بتاعه فهيلاقي حاجات عنده في الإسبانز يعني يبدأ حصل كتير يعني بتحصل عندي بعت لي حد كده يبعت رسالة يقول لي أنا فلان الفلاني ومعنش أنا برة ومش قادر أحول الفلوس الرصيدي فدينا حسابك أحول على حسابك وبعدنا لما رجع حياة كده بتحصل يعني ده تمام طبعاً ده كلام فاضي يعني تمام؟ بتحصل كتير فازاي أنا قادر أحمل نفسي من الإسبام إن لحد يبعت لي إسبام حد يقعد يبعت لي إعلانات أو يبعت لي إيميل آآ في مشكلة اللي بلدني في الشركة بتاعتي بتحصل يعني كتير واحد بعت إيميل ووصل في الإسبام ويظهر فتح وضغط على لينك حصلت لعمل لي مشكلة في النيتورك بتحصل يعني كتير يعني كان مشكلة في حول مجدي ربنا يحفظه ويديه الصحة مثل محترمة جداً وتقيلة جداً في ميكروسوفت يعني في الشغل بتاع ميكروسوفت كان بيقولوا كان شغال في الشركة وبعدين جايلوهم واحد من الهند جاي يعمل شغل بيقول سبحان الله الراجل يدوبك وصل جهازه ووصل بس كارت وصل الأرجهاية في الجهاز بتاعه بيقول دينا ضربت ضربت يعني زي ما يكون الفيروس مستنى على يعني ما فيش يا دورك الراجل وصل الجهاز بس ودوينها ضربت يعني هو وصل الجهاز بالنيتورك الراجل لسا عانش حاجة ودوينها ضربت وقول أخضر وأحمر وإيرورز وألورتس وحصلت مشاكل تمام؟ ده بسبب ان الجهاز في مشكلة وصل بالنيتورك فانا بقى واحد سبامر وباعت سبامز فانا اضغط على لنك هننزل أي حاجة أو ودنا على أي حتة عمارت المشكلة تمام؟ طيب أنا أستطيع احمل نفسي من حاجة زي دي من حد يبعت يبعت السبام قولنا نحنا لازم نكون عندنا قيمة سبام قوي جدا عشان يحميني من حاجة زي دي تمام؟ لو جيت أبص على حاجة مثلا يعني أفاتح هنا إلا الإيميل بتاعي اللي على الهوتميل تمام؟ وده الإيميل بتاعي اللي على جيميل تمام؟ لو جيت أبص هنا جيت أفتح جيميل دي وجيت أفتح الاسبام هلقى عندي إيه؟ رسالة وصلة في الاسبام من بير اور أو أي حاجة يعني تمام؟ الجيميل أو الهوتميل هما بيستخدموا عندهم سيرفرات بتاعي أنت سبام سيرفرات المفروض هي سيرفرات قوية تمام؟ ليه؟ لأن ده بابل كميل والبابل كميل أصلا أصلا اللي عند هم بتبعت بتبعت عن طريقه سبام كتيرة جدا لأنه بلاش اعمل أي حاجة ويبعت يبعت بقى لناس كتير إعلانات وصور بقى وحاجات يعني كده يبعت يبعت لناس كتير لا رأيتني في ناس من كترة ما بتبعت حتى لو هو مش سبامر من كترة ما اللي بعت يتمسك سبام اللي انت تبعت كتير تاك 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 كتير وأحجم الإيميلات بتاعتك صغيرة فممكن ممكن ممكن مال سيرفز الهوتميل اللي من الحياة اللي بتشك في نفسه فعلا شك نفسها دي مش مبلغة يعني همريكوا الوقتين هو فعلا بيشك في نفسه بيشك في نفسه نفسه هنشوف هادلوقتي يعني هنبعت يعني هنشوف ميلات كده واصلالي في الاسبام يعني بتشك فعلا في نفسه من الحياة القوية جدا اللي بتشك في نفسه الهوتميل تمام طيب اه انا هعمل تست قدامكم دلوقتي هبعت رسالة من اي ايميل او من ايميل من ايميل بتاعي ايميل تاني للا ايميل بتاعي اللي عشر ايميل كاسبام وهنشوف هيوصل ولا لا انا مش هبعته من هنا يعني مش هخش على مثلا الميل بتاع الهوتميل وبعته اللي بتاعي على الجيميل لا انا هدخل من طول على الانترنت وابعت رسالة للجيميل بتاعي عندي طول على الانترنت اسمها اي ام كي اي اي دوت ستي زي التول ده انا بقى ضربة بيها ايميلات فيك ايميلز انا بستخدمها مش ازايا يعني خلق الله لانا بستخدمها يعني في شغل يعني او في شغل اي حد في تيست يعني عشان تشوف الميسر تاعي قاوة لا يعني استخدمها مرة في شركة بعدت كمية تسبام في العبيط بئت ما بقى بعد استقبل في الانبوكس حادي ماانا كان عندهم انتسبام قاوة لا ده زي كرا اسم يعني بس هم الي كانوا بتساهلين فيه المشكلة عندهم مش في الانتسبام تمام فالطول لي اشوفها بعد به ميل واشوفها اوصلوا الا هنتستلقى على الجيميل. هبعت من الاسم اسمه حماد. ايه بتنجان. ما الميل اسمه مسلا ايه? انا هبعت منه هو. يعني او هبعت مسلا من ايه? ده الميل بتاع اللي على اه هبعت منه. موجود اي حاجة. هبعت لمين? اللي ده? اللي هو على الجيميل. ده اللي على الجيميل. وده اللي على ده اللي على روت ميل بس دوت اور جي مش دوت كوم. تمام? اي حاجة يعني. ده هيوصل. لا لا. ايجي هنا. كابوتشا. قمنا بتاع روبوت. مشكلة في النتوك التاني. تمام. بقى انا هبعت. من الاسم. ده الاسم الايزر. وده هيظهر له. اللي هو جامل الميل ده. هبعته للجيميل. سند كده. واجت هنا. هالجيميل اشوفها يوصلي. في الامبوكس ولا في الاسم. المفروض ان يوصلي في الاسم. ده يميل لسه ده مجدال الايميل بتاعنا. استنى. لسه يعمل لسه ده. اوصلي هنجد. جامل. هم سندو ينرسيب كده. وصلي اسم. لسه ما قاش في الاسم. وصلي اعمائه. 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 لسه ما قاش في الاسم. طيب. اعني بات. تاني. بس هنخلي اللي بيبعت. ات جيميل ات جيميل. انا هاجي هنا اقول له ابعت من احمد. ايه ده? على جيميل دوت كوم? كان بيبعت لنفسي. نشوف هاي استعبالها ولا في الانبوكس ولا في الاسبام? يعني هبعت من ده هبعت للجيميل دوت كوم. سيبعت كده. الميلة بعد. شوف كده وصل في الاسبام ولا في الانبوكس. تمام? من فضل انه يوصلي في الاسبام او ما يوصليش اصلا. لان الانت سبام انا من عليه. وصل في الاسبام. تمام? ده اللي احنا بعتينه. وصل في الاسبام. ده اللي احنا سبعتينه الوقتي. ده اللي احنا سبعتينه. حالا. وصل في الاسبام. من الحاجة الغريبة بقى? يعني انا بتست قبل ما عمل التجربة ده قدامكم. بتست بنفس الميل ده. وصل في الانبوكس. اهو. ده انا مش بعته انا بعته من نفس التول دي. بعته من نفس التول دي من شوية. انا حتى وقته اهو. انا قبل ده تلت ساعة. انا لسه بعته من شوية. وصل في الانبوكس. فحتى اللي عند سيرفر زي جيميل. عادة القوانية المحترمة يعني. ساعة ايه? مش بيدتكت. واستقبل البتاع ده في الانبوكس. اللي انا بعته من شوية ده. لانه ايه? فيك ايميل. ما بعت من هن. واستقبله في الانبوكس. تمام? حتى اوفيس فيليكسس فايف العظيم ده. نفس القصد حصلت قبل كده. مرة بعد تا من استقبله في الانبوكس. اهو. لو قدلت اجيبه الميل كده. انا ربا ليه. اه 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 مش رئيت لوقت بس مرة بعد وصل لنا في الانبوكس. وفرعات المفروض يوصل في الاسبام او في جرانكي ميل يعني لا مرة وصل لي في الانبوكس حتى الانتسبام زي اللي عند الشركات دي ساعات ايه ممكن الانتسبام يعدي الميل ده او ميلي تكتش ان هو اسبام ويستقبله في الانبوكس تمام طيب الهوت ميل اه الهوت ميل انا اللي اقول لكم هو بيتشك في نفسه اه احد اعرف الموقع ده ده الموقع اللي احنا منخش عليه عشان نحكز الامتحانات من ضمنها ميكروسوفت نفسها ميكروسوفت الهوت ميل بتعمل ميكروسوفت بستقبل اميلات ده اول موقع العالمي الكبير ده في الاسبام حي غريب تمام يعني عشان كنت اقول لكم بيشوقك في نفسه بستقبل اميلات تعمل في قلب الاسبام ليه حي غريب كل اميلات دي من بيرسون فيو اي اه هنسيادته مستقبل في الاسبام في جون كيميل فده من الحيط فان اللي بتشك في نفسه يعني اقول لكم بسيرش على حي فتلاقيت ان الهوت ميل بستخدم في السيكوريتي بتاعته حاكتين اللي هي ما قالوه في احتيلي اكس فايف وبيستخدم ميل جيتوي بتاع سايمانتيك يديني عائلة تمام استخدم ميل جيتوي بتاع سايمانتيك ميل جيتوي محترم جدا اوي يعني خوط ميل بستخدمه تمام يعني انا اعمالك تست من شوية ازار مpieعت دي من هذا الناкамش كل ذلك تمام حتى لو اصل اوصل في المسبام حتى لو اصل ال выصل هنا في السبام تمام فده بقى اعمية الانتسبام لديawnس انه انتسبام قوي ви أنا ازبط الاجبيت blas inspruch عليه اما الميل اللي يفيش و common اما يهرموه لي فلجون كيميل او في لس تم يعني وصلني هنا في اللي سبم فلجون كيميل او يحصل له اصلا. تمام? طيب. زي او بتتعامل في القصة دي. احنا هنتكلم عنه بس مش هنتكلم عنه كتير لانه مش من الحياة لان قدر عليه. انا مش ههتمد على الانتسبان بتاع تمام? بس هنتكلم في ايه شوية زي بعمل مش ههتمد فيه كده يعني ايه? نشوف شوية كوماندات على التكنت بتتكلم عن الانتسبان البلت انت في الاكسو تشينج نفتح كده. اولا الانتسبان. الانتسبان بتاع الاكسو تشينج. باي ديفولت. يكون نازل عندي الانفيرومينت. مش انستولد. يعني ايه مش انستولد. هاجب كده. بيعتمد على حي اسمها ايجنت ايجنت انا عندي ايجنت ايجنت بيعتمد موجودين معه هو نازل يعني هو الانتسبام انا بعمله انستول بانستول بتاعته وانبعد ايه 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 بسيط تمام طيب طيب. ازاي انا بعمل بتاعة الانتسبان بتاع الاكسشنج. انا عندي موجود عندي في الاكسشنج بعمل من خلاله انستول الاكسشنج زيان. انه وجيت هنا على الاكسشنج زروا نفسه. وجيت فتحت السي ودخلت على سي. ونتداخل على ميكروسوفت سيرفر في ففتين. ونتداخل على سكريبت. هلأ عندي سكريبت اسمه انستول داش انتي سبام ايجنت. انستول داش انتي سبام ايجنت. تمام? طيب. البورشي سكريبت انا بس اخدوه عشان انا بتاعة الاكسشنج. تمام? دي عامل ايه? هو بتشتغل علي ايه? انا فضلت اجيب الحتة دي من عشان ايه? بنشوفها ونعرفها هتعمل معها ازاي. طيب. بيقول لي ان انا بستخدم ده ده عشان ايه? اعمل انيبل للبيلت ان انتسبام ايجنت على الميل بوكس سيرفر. تمام? بيقول لي ان ايه الانتسبام ايجنت موجودة في الترانسبورت سيرفرس على الاكسشن سيرفر الفين ستاشر في الميل بوكس سيرفر. ليه? لان ميل بوكس سيرفر الفين ستاشر ما فيش غرور واحدة في كل حاجة. فطبعا الابترانسبورت موجودة في الترانسبورت. تمام؟ طيب. بس بيقول لي ايه? ارانت انستولد باي دفولت. ارانت انستولد باي دفولت. وكاتب هنا.